السلام عليكم حريق جديد في مصر نيران تندلع في عجلات قطار حرائق غامضة شبه يوميات تشهدها مصر منذ شهور آخر حلقة في هذا المسلسل اشتعال النيران في عجلات أحد قطارات الصعيد في منطقة الجيزة اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر لكن لم تحدث أي خسائر جراء هذا الحريق المحدود وأفادت وسائل إعلام مصريات بأن الحريق الذي حدث في أحد قطارات الجيزة كان بالعجلات الخاصة بأحدى العربات ولم يمتد إلى داخل العربة نفسها يذكر أنه خلال الآوينة الأخيرة تكررت حوادث الحرائق في أوقات قريبة ومتزمنة وفي مناطق مختلفة من محافظات مصر فقد شب حريق كبير وضخم مساء الاثنين الماضي في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية حيث اتهم محتويات النادي قبل افتتاحه رسميا وقبل أيام شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوانة جنوب العاصمة المصريات القاهرة وقبل السابع التهمت ثلاث حرائق كبيرة مواقع تصوير ثلاث أعمال فنيات في رمضان وهي دوار العمدة بمسلسل الكبير آوي واستوديو الأهرام في منطقة تصوير مسلسل المعلم ومنطقة تصوير مسلسل جودر بعدها شب حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة نتيجة تسارب بتروالي إليها وفي إطار متزام شب حريق في قرية بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية شرق البلاد حيث نشبت النيران في مخلفات زراعيات وانتقلت لإراض مجاورة ممتلئة بالمحاصيل وبعد ذلك شب حريق ضخم في فندق عائم بنيل يدعى أمريو كنيا وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ودفعت الظاهرة الرؤاد التواصل للبحث والاستفسار عن أسبابها متسائلين حول ما إذا كان ثمت الرابط بينها وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر